أهلا بحضراتكم من جديد والحقيقة قبل ما رحب بضيوفي وبطلاتي اللي في استوديو الحقيقة عايزة ابتدي ببيت شعر يعني بيوسف الحالة لللاعب أبو يوسف لكل واحد بيكتهد وبيحصد يعني تعبه وبجهوده خلينا أقول لكم بيت الشعر كرب الحصاد تشد في الناس الهمم إن الحصاد لمن تفوق واغتنم هذا حصاده العام بعد ندوجه ما أجمل الزرع الزكي إذا ابتسم أكيد كل واحد بيفوز ببطولة بيت أكيد كان فيه تعب كبير قبلها بعد ما بيكسب أكيد بينسى كل ده في البداية برحب بضيفي كابتن سابح لبيب مدير قطاع النشآت بنادي الأهلي خانوارني يا كابتن والحقيقة مجهودك وتعبك مع البنات ومجهود النادي الأهلي كمان يكون فيه ست لعبات مجهودين مع المنتخب أكيد دي حاجة سعيدة كنت أكتر للناس السعيد بيها الحمد لله طبعا نحن طبعا نحن نتيجة تعب البنات وتعب أولياء أمورهم ووقوف النادي الأهلي جنب البنات ديات وكان دايما داعم ديهم وساندهم فعشان كده وصلوا أن نحن عندنا ست بنات في المنتخب 2006 وعندنا منهم اثنين 2006 في منتخب 2004 أكبر كمان لعب أكبر أكيد أكتر واحد سعيدة أنت دلوقتي أكيد طبعا كل واحدة فيهم لما توصل لحاجة أعلى دي حاجة بتبسطنا أن نحن بنبذي المجهود بالله أن تكتف الآخر براحب طبعا بجهود محمد وينجليفت الفريق والنادي الأهلي واخت صار الخلي من ورانا مبروك والحمد لله على السلامة ومن ورانا براحب بمزنة أحمد طبعا خط خلف النادي الأهلي 2006 وخط خلف المنتخب من ورانا وألف مليون مبروك أكيد كمان براحب ببسملة أحمد خط خلفي برضو كمان وفرود الفريق وأحد اللعبات المميزات كمان في 2006 في النادي والمنتخب من ورانا شكرا هو ألف مليون مبروك شكرا الحقيقة أبتد معك تاني يا كابتن سبح يمكن التجاه السيدات أو الاتحاد الوقتي وطبعا نادي الأهلي سبق يمكن نادي الأهلي أو النادي عمل عقود لفريق السيدات قبل ما يبقى فيه رسمي عقود جوال الاتحاد فالنادي الأهلي دعم لفرق السيدات في الكرة اليد وكان شايف ده من زمان النهاردة ده بيترجم على أرض الواقع عدد كبير جدا من اللعبات النشاءات موجودين في المنتخبات كمان فريق الأول النهاردة سيدات بيشارك في بطولة الأفريقية للأبطال الأندية اللي موجودة في كونغ برازافيل يعني النهاردة النادي الأهلي بيتعم هذا القطاع بشكل كبير كلمني عن الدعم ده وكلمني إزاي في الآخر بيكون فايدة لمنتخب مصر هو النادي الأهلي السنة دي بينتهج سياسة على جميع ألعاب الصلاة إن إحنا بنتدي ندعم لفرق الناشئين باللعيبة اللي هي ممكن تفيدنا في الدرجة الأولى يعني إحنا مش بنجيب لعيبة في الناشئات إن هي لعيبة بتخدم فرقة إحنا بنبص على الكواليتي اللي هو هيخدمني في الدرجة الأولى فبالتالي إحنا بنجيب لعيبة عشان المستقبل قدام ماشي إحنا عندنا السنة دي فرقة 2006 طبعا الفرقة دي بطل من ساعة ما البطولة دي اتعملت فيها عناصر مميزة بدليل إن العناصر اللي فيها بتلعب فيه ناس بتلعب 2004 صحيح في عندي أربعة خمسة من 2006 أساسيين في فرقة 2004 في النادي الأهلي اللي هم السلفات واخدين بطولة الدوري بطولة الكاس في منهم اتنين تلاتة بلعبوا مع الدرجة الأولى فإحنا عندنا قوام 2006 إن شاء الله إن شاء الله مستقبل للنادي الأهلي في الدرجة الأولى بإذن الله طب كابتن يعني إحنا المرتبط السنة دي أو المرتبط مع الدرجة أولى هو 2004-2006 السنين دول ولا لا 2006 المرتبط السنة دي فاته السنة دي السنة دي والسنة دي مركزين يعني التركيز كله كاتحاد على هذا السن اللي إحنا الحمد لله متفوقين فيه فدي في حد ذاتها برضو يعني حاجة كويسة طيب النادي أهلي بنى الفريق ده إزاي يعني قوام الفريق وقوام البطلات اللي معايا في الاستوديو هل هم من ولاد النادي الأهلي ولا ضمينا عناصر إحنا شفناها كويسة في الأندي الأخرى هو يعني تلاتة ربع الفرقة من قوام النادي يعني هتلاقي عنصر أو اتنين بس هم اللي منبرى النادي المميزين اللي إحنا جبناهم منبرى بنسد بيها الأماكن اللي إحنا محتاجينها لكن بقيت الفرقة كلها من هم صغرين في النادي الأهلي نعم ومن هم من ساعة ما ابتدوا والفرقة دي بطل الجمهورية وبطل الدوري وبطل الكاز بدون منازع لغاية السنة الفاتر ماشاء الله الحمد لله يعني الحمد لله فالفرقة دي عندهم يعني البنات عندهم يعني ثقافة الفوز وعندهم بيبقوا تقال في الملعب عارفين بيكسبوا ازاي والسنة دي جبنا لهم مدرب منتخب ومدرب على أعلى مستوى ماشي ان هو بحيث ان احنا الفرقة دي نبني عليها نبني عليها ان دي تبقى الدرجة الأول إن شاء الله إن شاء الله استراتيجية ورؤية يعني بصراحة تشكروا عليها كابتن كابتن ياسر لبيب لي دور كبير وكابتن خاد العودي الحقيقة يعني ماشاء الله يعني فرق اليد إن شاء الله يعني دنيا مشة كويس وخلينا جيلك بقى كمان يا جودي يمكن انت ما شاء الله لعبت مع المنتخب دي أول بطولة لك مع المنتخب خلص ولا لعبت بطولات قبل كبير كانت صعبة البطولة؟ بالله في الأول كانت موترة لكن الحمد لله بعد أول موتش كان شعور غريب في الأول ككله كسفرية وكناس جديدة أول مرة لعب معها وكتبت محتوطة في أجواء جديدة كانت موترة في الأول لكن الحمد لله بعد أول موتش أنت فاكرة مجموعاتنا كانت مين؟ أيه؟ المجموعة البلاياتنا كانت كونغو ومغرب وأنجولا أنجولا نحن كسبنا 3 موتشات؟ أحكي لي نشارك السادة المشاهدين مشورنا في البطولة أول موتش كانت كونغو هم انسحبوا لكن لعبوا بقيت البطولة لكن المغرب كسبناهم فارج كبير قوي كان ٤١١٢ لكن بالنسبة لبقى موتش كان صعب قوي لكن الحمد لله نحن نزلين درسينهم مركزين معهم لكن هو كان خلص كامل؟ خلصنا فرق اثنين فرق اثنين بس أنجولا ما خديتش البطولة كانت مفاجأة نحن السيمي فاينل كان مفروض كنا معتبرين أن أنجولا تكسب غينيا عادي بس في الأخير غينيا كسبت أنجولا كانت مفاجأة ومع ذلك نحن كسبنا جامد جدا غينيا ٩١١٦ كان أصعب موتش بالنسبة لنا خلينا أقول لك حاجة برضو أنه ممكن يكون ده نفسي؟ هل مثلا ده نفسي شوية أن أنجولا ودائما أنجولا يعني أنا في البسكت ديلي كان دائما عنده الحتة دي كنا دائما نشوف أتشيرت أنجولا ونصف المستوى بينزل هل دي كانت نفسي شوية؟ ممكن كان فيها بس والله يعني احنا نزلين أصلا درسينهم وعرفين كل حاجة بس هوا بس ما توفقناش؟ لا كنا يعني فيه كان فيه توفيق كتير جدا بصراحة يعني وكر ربنا سطرها جامد ربنا سطرها جامد علينا أحبنا الصراحة الموتش كان كويس جدا بصراحة وإحنا كنا اكتهدنا فيه قوي بصراحة طب جو دي أحلى موتش اللي عبتقي ايه؟ أنجولا فكرة بس حطيت كم جون عميت ايه؟ خدت صحيح أنا شفت الصور صحيح بس بيبقى صحيح يعني أنا ما اتعودتش ان الوينجات تاخد بلايوزا ماتش يمكن خطر خلفي شوية محظوظين بس الوينجات بيبقوا صعب ان ياخد البلايوزا ماتش خاصة لو المباراة تقيلة إنما لو المباراة فيها جاري ممكن بصراحة كتنزلتهم من هما الوينجات بتاعتهم برضو كانوا دايما بيبوا ضمين على الباك فكان بيخلص معظم الوقت على الوينجات بس صراحة كان برضو توفيق طبعا عن ربنا طبعا 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 وكان ماتش الأزيز والله بنزل اقول لك حاجة انت بتتكلمي زي أختك برضو صارة انت ماشاء الله عندك ويعني طالة حلوة كده وطالة تتكلمه بجد وسلمين عليها وخاليات شدة حلة بقى هناك إن شاء الله إن شاء الله بارك لهم بإذن الله اجيلك بقى يا موزنا يعني دخلنا المنتخب أكيد كان بصعوبة كان في عدد كبير كلميني بقى عن الأداد والاختيارات خاصة طبعا كابت محمد دابس يعني ما بيهزرش في التمارين فقولي لي انتوا بداية الإعداد بالمعسكر بالاختيار اللاعبات احكي لي على الأجواء تاتة 4 أشهر قبل البطولة احنا اتجمعنا 36 يا ده بدل قوي لا من قريب لا يعني هل عرض البطولة بتتلاعب في شهر 9 عدتوا شهرين ونص كتير برو شهرين ونص بس دي كانت بداية المنتخب قبل كده المنتخبات عموما بتتعمل من قبل أفريقيا بسنة أو سنتين احنا اتجمعنا في وقت قليل قوي اتجمعنا 36 بدأنا معسكرات على طول كنت هناك في مصر ولا سفرته؟ لا لا كنا هنا في مصر في مكمرانه فين؟ في المركز الأولمبي لا مركز الأولمبي هل تنزم الأودة الملعب على طول كنت أحب المركز الأولمبي بكده بس طبعا كان قابل بيتطور لما كان قديم كان عذاب يعني فهنا كنا بنتجمع على طول كل أسبوع هو بنخرج يوم واحد بس وبنرجع تاني وفترة بعض الأعداد فكرة كنت كام لعبة؟ يعني اللي سافر كام 18 أو اللي سافر كام 17 انت تفكرين كنت في المعسكر في بداية كنت كام لعبة؟ يعني احنا في الأول كنا مثلا ممكن كنا أربعين بعد كده بقنا ثلاثين بعد كده بقنا حاجة وعشرين بعد كده بقنا عشرين رحلة صعبة اللي بيتاخد في 17 لعب دول بيبقى فعلا مفت يعني بالذات في كرة اليد طيب ما سافرتوش مع أسكر خارجي خالص لا بس لعبنا متشاط ودية هنا مع مين؟ لعبنا مع فرق كتير قوي لعبنا مع الشمس ولعبنا مع أكتوبر ولعبنا مع الجزيرة فرق أولى كلها عشان تبقى أقوى وده بيني وبينك أحلى من أي معسكة بس برضو يعني ان انتو تاخدوا البطولة من غير معسكات خارجية ده في حد ذاته برضو إنجاز بصراحة يعني اعداد هو احنا فترة الاعداد الصراحة يعني لا كل حد عمل اللي عليه الزيادة يعني احنا اشتغلنا فترة احنا صحيح يعني هي الفترة كانت قليلة بس احنا حاولنا على قد ما نقدر نعمل كل حاجة فيها اللي هي خليتنا نستغني على المسكرات الخارجية طب موزنا قليلي طبعا تلاتين ستة ده يعني شهر سبعة تمانية تسعة السفرح يعني انتو رجعين يعني من البطولة هو السحل اقفل يا نهرف مش كده يعني رجعته ببرا ايه ده هو اقفل السحل ملحناش السحل مش انت قلتوا كده برضو ايه ده ده الكرة مفيش حد في القرية دي طبعا اتبهدلتو جامل يعني حرمتوا نفسكم من كل حاجة بس الحمد لله يعني خدنا حاجة كنا عايزينا كلنا خدنا كده افريقا صحيح احسن من كل السحل احلى كمان مجاش لسه بطولة العالم انت عارفة امتى هي ولا تقريبا شهر فاربع وشين فاربع وشين سبعة وثمانية بس عارفين فين السين مشوار بقى يعني هتخذو لكم كده ترانزيت بس ان شاء الله موفقين بذن الله والف مليون مبروك وان شاء الله تبقى يعني بدايت خير معاكم مع المنتخم ان شاء الله هجي لك يا بسمالة يعني نفس الكلام الاعداد كان صعب دخلنا البطولة شايف اصعب ماتش هناك كان في البطولة ايه انجولة يعني ده كانش بطولة ماتش بطولة لا بس هوا كان انجولة عشان هيكت اكتر فرقة بتفاهمة اكتر بتعرف تمسك الملعب يعني مركزة غير كل الفرق التانية بس احنا برغم كده يعني الحمدالله تغلبنا عليها وكسبناها علشان هوا بصراحة الجهاز الفني كله كان بيساعدنا وعطوه سكاوتنج وعليهم كلهم وصراح ما كانت مستيبيننا وقبل الماتش وفي نص الماتش وفي تايم اوت فده ساعدنا كثير بصراحة طب بسمالة يعني انت لعبت الماتش ده تمام طيب فاكرة كابتن محمد كان ميديك تعليمات ايه ايه كان دورك ايه كان دورك بقى في القصة دي ايه قالك اعملي ايه يعني فاكرة تعليمات ولا نستيها اه لا صعوا فاكرة كان دايما لازم اظهر لهم اطلع اسند عليهم اشان هما كانت برعب علينا عادي دايما يعني تطلع برا دايرة اه اساعدهم اني اركز كام باصة في السلبي حاجة كثير قوي كان مفروض نركز فيها في الوقت داعشان كتا تفرق تحركاتي تبقى صح طب البوزيشنينج يعني او لما تاخدي حد ورا ضهر يتقى الدايرة الحاجات دي هل دا كالي تعليمات هل هما كانوا اضخم منها جسمانين يعني كلميني بالتفصيل على الماتش هل هما كانوا اقوى كانوا اسرع هما ما كانوش اسرع بس كانوا اكسام اكسام طبعا بس احنا برضو يعني الحمدلله قدرنا ان احنا كنا كويسين كلنا ما شاء الله وجودي نزلت في الاخر بشراحة يعني هي اللي جايبنا الماتش ما شاء الله لا يعني طبعا احنا بس فرقة فرقة بتلعبه هتقول نفس الكلام هي يعني نزلت في الوقت التعامات اللي عليها وبزادة وكلنا بصراحة من اول ماتش كنا مركزين قوي على الماتش دا بالزاد واحنا زي ما جودي قالت احنا كلنا كنا متوقعين انجولو هيا الفاينال اه عشان كده دايما واحد ما يعرفش اللي في البطولة يعني فريق الطاير رجال مع المنتخب مصر خسرنا بالجزار في المجموع ورجعنا عملنا في الفاينال وكسبناه فدايما انا وجيت نزل يعني اقع مع الفرقة البطل في المجموعة احسن مئة مرة ما تشوفها في سمي فاينال على الاقل هتخسر منها عادي مفيش مشكلة بس متقابلهاش فايا بالنهاية هتقدر تعاوه طيب مين تاني ماتشة نقول ماتش الفاينال طيب لما الكنغو كسبت الانجولا وتلعت مفاجأه يعني انتو كان متشو بالتهات WOODRUFF كان مع المغرب صح عليك ان كان مع المغرب تاتو الرابعة نجيريا ما تشنا مع نجيريا كان قبل ماتش الكنغو وانجولا ولا بعدو غنيا وانجولا غنيا وانجولا Backend أبدايكم чуть بعدين كنت تتأهلت ومستنين تفراج المطش؟ طب تشوفت المطش فين في الملعة او في الوتين؟ في الوتين حق قلوني بقى اللي حصل في القوة بعد ما كسبت أنجول احنا كلنا قاعدنا نجري ندور على بعض حتى نقول لبعض بعد مخيصة أنجولا كله كان في قوة بيتابع المطش احنا كنا كده برضه كله كان قاعد في القوة بيتابع المطش صح؟ وعدين مشجودين احنا كنا بنسمع المطش المعكبات المصحوبة ايوان ايوان كله بقى ويقول لي كده الموبيلات مش بعاجهم متعديد في ريسابش كان فيه شاشة بتفرجوا عليها؟ موبيل واحد نيكو كله احنا عديد بتهيال كان فيه امفعال عديد بتهيالس وكنتش عايزين انجولا صح؟ احنا بسرعة كان حسن كان ميزتنا برضه في الحالتين هما الاتنين كانوا كويسين انجولا احنا كسدناهم مرة فهم اكيد هايقونازين خايفين نعم وفناس في الوقت يعني احنا عارفناهم وغنيا عشان برضه اسما هي اسهل من انجولا لكن غنيا برضه يعني اصلا اقولك انه يعني محنا قابلنا ما انتوش انتو قابلتو رغين ومنتخبو رغيني ده في الفاينال احنا شرا اعتبر كسبنا كل فرق البطولة بزرع احنا كسبنا غنيا لكسبة انجولا بس كسبنا من انجولا بس ارجع وقول برضه انتو كسبتو انجولا اه اكسبوها في المجموعة احنا كسبنا من انجولا احنا كسبنا من انجولا كسبنا من انجولا احنا كسبنا مكسبي أنجولا هو المطrive فرق البطولة كسبنا فرق سكي عالي خلاق من انجولا يقدر كان اسف pois وغنيا الكسب الطلعة المنتخب انجولا كسبنا فرق 12 كسبنا الانجولا مؤمل الدنيا لا، الشوت الأوليني في الأول كانت وتر. بعد ذلك فرقنا جامد في آخر الشوت الأوليني. وكملنا في الثاني. فرقنا جامد قوي. هل هذا يمكن أن يكون مؤشر كويس بأننا في طويل العالمي نقوم بعمل شيء؟ دائماً منتخب الشباب والخدرت رابع أفريطيا فاينال مع أنجولا. محسن فاينال مع رواندا. وكسبنا كثير وكان ساعتها متنبأ لهذا المنتخب بأن يأخذ مركز. هل أحدك تتنبأ لمنتخب زي ده أنه ممكن يعمل حاجة في كاس العالم بحكم خبرة حديدك ومتابعتك للسن ده؟ بص يا سامحنا عندنا مشكلة في موضوع منتخبات البنيت نحن بتبقى هي اللقطة يعني أنا بطلع أخذ بطولة يعني إحنا الوقت يبص زي ما هم بيقولوا لك أنجولة انت كسبتها في كاس العالم انت ما هتقبل أنجولة هتلاقي أدي كده عشر مرات الناس بتشتغل هتفضل تشتغل تشتغل لغير كاس العالم لو انا اشتغلنا على المنتخب ده المنتخب ده يعني الجيل الفين وستة فيه عناصر كويسة لو اشتغلنا عليها هتعملوا حاجة كويسة بس أهم حاجة نهتم بيهم ونشتغل لها ما نجيش إحنا الوقت إحنا خلصنا الوقت بتوت أفريقيا هنيجي قبل كاس العالم بشهرين ونتنين نجمع لا أنجولة هتشتغل من دلوقتي وستلاقيها معسكرة عندنا سنة أشتغلهم فأنت صح يعني أنت أصدح لك أنه ممكن المنتخب يعمل حاجة بس يتابع اشتغل معي يعني منتخب أنجولة اللي هما بيتكلموا عليه البنات منتخب أنجولة نوت لسه متكود ماشي قاعد في فلانسا قبل ما يجي البطولة قاعد بشان شهر شهر ونص في فلانسا قبل ما يجي البطولة في شهر ونص دول بصد منتخب ده بقى عامل زي بقى بيحتاجك معاك بعد ما خلص البطولة نفس القصة هيفضلوا مركزين على المنتخب ده عشان الكاس العالم لأوال هم اللي بتأهلو كاس العالم لا فاكر لدور التمانية كلمة كان المغرب في فكرة دور التمانية كان مغرب صح كان الجزائر كان جزائر المغرب أو الجزائر فوزنا فقال لك خلص المنتخب ده ضمن ما كانوا بكاس العالم ومع ذلك ما كتفوش وخدوا البطولة بس سواء حد LT بتقول وده وضع على فكرة منتخب الكبير أي منتخب عايزه ينافس لازم يستمر إعداده إعداده ملوش دعو بالبطولة بس سنتي اهتمي بي من دلوقتي بعد أنت خلاص يزال يستخدم في فترة الترحيات, ونهتم باللعبة أخرى في كاس العلم. لكن كعلاصر لدينا العلاصر كويسة ونحن نفعل شيئاً بإذن الله. إن شاء الله. ما هو أمنتك تحقيقك؟ ما هو أمنتك؟ نحن نكسب كاس العلم. إن شاء الله. أعتقد أنها ليست بعيدة. نحن اكتحدنا جميلة في شهرين ونصف وعندنا جميلة جداً. ويجعلنا نعمل في شهرين ونصف ممكن يجعلنا نعمل أدو عشر مرات في سنة صحيح مع فرق أقوى منك مش حاجة بعيدة أن نأخذ كاسعالم خلص الله صحيح، كويس التموح ده على الأل يعني ما توفقتش تخص كاسعالم هتلاقي نفسك محقق نتيجة بعيدة لا، نعم، نصلي حاجة مجنى أنت برضو ايه تموحاتك؟ مش مع المنتخب في العادي يعني سواء منتخب أوهر منتخب إيه اللي بتحلم فيه تحقيه من كرت الياب هو الحلم الأساسي اللي هو إن شاء الله نروح كاسعالم ونحقق حاجة في كاسعالم شرحت جابت شوية كتاب أكلم خيالك، أحيانت ببص كده وبتسرحك فحسيت أن انت فعلا ده يعني عندك رغبة جديدة أن انت بتعمل حاجة في كاسعالم إن شاء الله، إن شاء الله و أنا حسن أننا نعمل حاجة في كاسعالم حلوة، ما فيش حد قبلنا عملها بسمالة إيه؟ أنا حسن أننا أدها وأننا إن شاء الله في الفترة دي لو إحنا اشتغلنا على نفسنا كويس وركزنا إن إحنا إن شاء الله هنأخد مركز في كاسعالم عشان إحنا كل واحد في الفرقة في المنتخب كل واحد أحسن من الثاني وكل واحد في مركزه أحسن من الثاني فبجد كلنا كويسين قوي وأنا شايف أن بجد كلنا هنقدر إن شاء الله أنا أعجبني أن أنتوا يعني محترمين بعض ومش كده بس مقدرين مستويات بعض والمنتخب اللي بيكون كده إن شاء الله يرح لحتة بعيدة وهنتبعك بردو في الأعداد وهنتبعك رغاءات ما توصلوا كاسعالم مشارات الأدو أداء كويس وتعملوا لأنتوا عازم طبعا بشكرك بسمال أحمد نورتيني مشرفتيني مزنى طبعا أحمد برضو بشكرك نورتيني مشرفتيني كابتن ياسي حدك مكمل معنا كابتن سامح حدك مكمل معنا جودي محمد بشكرك نورتيني مشرفتيني أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان نستكمل باقي الضيوف طبعا كابتن سامح مكمل معالها فقرة تانية وهينضم ليه طبعا ضيوف جدد على رأسهم كابتن محمد دعبس المدير الفني عشان نتكلم معاه عن الفترة اللي جاية ايه البلان ايه الخطة اللي هو قدمها استعدادا لكأس العالم القادم ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة